اشتركوا في القناة وعيد نزول الرب يسوع إلى الجحيم نحن منعرف في قصة الخلق أن الله قد استراحى في اليوم السابع وهذا هو يوم السبت والكلمة جاي من فعل سبت السبات أي الرقاد في هذا اليوم المسيح موجود في القبر جسد ميت ولكن بالروح بإلوهيته نزل إلى الجحيم ماذا يعني أن المسيح قد نزل إلى الجحيم الرب يسوع بحنان الفائق عندما كان مع الناس كان عم ينثر بشارته بين الناس وكان عم بأصلهم في الإيمان بالخلاص وكما بشر الذين هم على قيد الحياة نزل إلى الجحيم طبعاً عم نستعمل الفعل بطريقة مجازية أي اقتحم عالم الأموات لكي يبشر الراقدين بقيامته نحن منعرف أن الرب يسوع قام في اللحظة التي لفظ فيها الروح على الصليب لأن الله لا يموت الجسد يموت لكن الله أي الله الموجود الإبن قبل كل الدهور مع الآب لا يموت فإذا نزل إلى الجحيم لحتى بحنانه يكونوا الكل مشمولين بدائرة الخلاص بخبرنا الإنجيل متى أنه عندما لفظ يسوع الروح تفتحت القبور وقام كثيرون من أجساد القديسين الراقدين وظهروا في المدينة المقدسة بعد قيامته ليش بعد قيامته؟ لأنه كان يجب أن يقوم هو أولاً ومن ثم يقوم كل الذين لمسوه وتخلصوا بالإيمان وبقبولهم البشارة ثبت النور شغلة كثير كثير مهمة بالكنيسة لأنه مع أننا نحن بعدنا لم نبلغ إلى يوم القيامة لكن كأنه بلشنا ندوء حلاوة القيامة ولذلك في الكنيسة الأرتودكسية عندما نحتفل بقداس سبت النور يوم السبت صباحاً وهذا القداس كان يجرى في الأول مساءاً كان هو قداس الفص الأصلي يلبس الكاهن الحل البيضاء ويختتم القداس بقوله المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من قام من ميل الأموات لأجي خلاصنا وليش منسميه سبت النور؟ لأنه نحن معودين أن القبر هو مكان الظلام مكان العدم بينما قبر يسوع كان هو الذي بث فينا القيامة منه قام المسيح فيه قبر ومنه قام ولذلك النور انبلج حتى من عتمة القبر انبلج من ظلام القبر وصار النور أي نور الإيمان موجود في قلوبنا مبثوث بقيامة الرب هذا السبت الفائق البركات كما نسميه في طقصنا الأرتودكسي هذا هو السبت الفائق البركات الكنيسة بتبلش بعد أن احتفلنا بيوم الجمعة العظيمة بعد أن احتفلنا بجناز المسيح وكانت الكنيسة مزدانة بالورود ورتلنا فيه أنشيد القيامة نحن نبتدأ ابتداء من صلب المسيح النتجة إلى قيامته نعبر بظلام القبر ولكن النور ينبلج من القبر ولذلك نحن كلنا أبناء هذا النور اللي بدنا ندوء حلاوته الكامل في قيامة يسوع المسيح من بين الأموات فجر يوم الأحد الله معكم اشتركوا في القناة جهلا شكرا نه haul بدنا حمل المسيح ت God